فعلاً النهاردة يوم أكيد استثنائي عند كل محبي كرة القدم بشكل عام وطبعاً أكيد بصفة خاصة جماهير الأهلي والزمالك وده كان واضح جداً في الإقبال الكبير على حجز التذاكر بالمناسبة عايزين أقول لكم من الشركة تذكرتي أعلنت عن نفاذ تذاكر مباراة القمة اللي هتقام النهاردة إن شاء الله الساعة 8 مساءً على ملعب الأهلي والسلام هيتم فتح أبواب الاستاذ ابتداء من الساعة 4 عصراً وحتى السابعة مساءً سيكون دخول جماهير النادي الأهلي من بوابة رقم 7 فيما سيكون دخول جماهير النادي الزمالك من بوابة رقم 5 نتمنى إن شاء الله نتفرق كلنا على مباراة ممتعة وإن شاء الله يكلل للنادي الأهلي بالفوز النهاردة وعشان نتطمن أكتر على خط سير المواتشة سيكون عامل إزاي فيما يتعلق بالتأمينات فإحنا معنا على التليفون سيادة العميد محمود القاضي مدير غرفة عمليات المجموعة الأفريقية لتأمين مباراة القمة صباح الفل على حضرتك فنم أهلاً بك في عشر الصبح في الأهلي أستاذ كريم صباح الفل وأستاذ نهواند صباح الفل على حضراتكم وعلى أستاذ المشاهدين صباح الفل أفن إحنا عايزين بقى نتطمن من حضرتك طبعاً أنت عارف أن أكيد أي لقاء بيجمع ما بين الأهلي والزمالك هو لقاء استثنائي ومهما بنتكلم عن الروح الرياضية في بعض الأحيان الأمر لا يخلو من بعض المناوشات من هنا أو من هناك فأكيد أنتوا كمان بالتالي هتكون استعداداتكم استثنائية كمان ولا أنا فهم غلط؟ والله يعني الحمد لله إحنا أتمينا كافة الاستعدادات لاستقبال المباراة النهاردة يعني تم مراجعة التعليمات التأمين والخطط الموضوعة وتم عمل بروضات واستعدينا لإستقبال المباراة طبعاً يعني إحنا مش أول مباراة طبعاً أهلي وزمالك بالنسبة للشركة الأفريقية إحنا أمنا أكتر من مباراة للأهلي وزمالك وكان أشهرها طبعاً مباراة نهائي للبطولة التسعة اللي هي كانت في أستاذ القاهرة فالموضوع بالنسبة لنا الحمد لله ما فيش مشكلة وإن كان هي أول مباراة قمة في أستاذ السلام فطبعاً هيبقى برضو لنا استعداد خاص إحنا الحمد لله يعني الأمور بالنسبة لنا تمام أنا مطمئن ومن خلال برنامج حضرتك بطمن برضو الجماهير إن شاء الله الناس هتيجي وهتغادر يعني هتوصل وهتغادر المباراة في أمان وما فيش أي مشكلة إن شاء الله تركز طيب سعاد بيبقى فيه يعني البعض طبعاً أكيد الكلام ده بيخص البعض ومش ناس كتير اللي بتعمل كده بس عادة بنشوفها وخصوصاً في النوع ده من الماتشات اللي هو يبقى جاي يعني معهوش تذكرة ومعهوش أي حاجة وعايز يدي كتف ويدخل والسلام بتتعاملوا إزاي بقى مع النوع ده من الجماهير طبعاً يعني إحنا بيارضوا جواباً يعني من خلال برنامج حضرتك إحنا بنقول سادة المشاهدين محدش ييجي الأستاذ من غير الفان أيدي والتذكرة لأن محدش هيدخل محيط الأستاذ إلا من خلال الفان أيدي والتذكرة النهاردة الماتش طبعاً دي قمة مطش أهلي وزمالك كل الدولة مهتمية بالمباراة فمفيش مجال لأي خطأ إن شاء الله يحدث وبالتالي برضو مفيش أي تجاوز إن حد هيدخل يسمح لحد بالدخول داخل محيط الأستاذ وهو مش عارف هويته مش مع الفان أيدي بتاعته أو مش مع التذكرة المصرح به بالدخول فمحدش هتواجد لأن محدش هيدخل من المحيط الخارجي للأستاذ متواجد عناصر وزارة الداخلية بتقوم بالفحص ووواء لحد ما يوصل المشجع إلى باب الأستاذ بتبدأ عناصر الشركة الإفريقية المعينة على البوابات بمراجعته وتفتيشه وتأكد إنه هو مش معاه أي مخالفات وبنستغل الفرصة وبنقول على مسامع المشاهدين المخالفات اللي احنا بنأكد عليها من خلال برنامج حضرتك هي أهم حاجة طبعاً الألعاب النارية اللي هي الشماريخ دي منوعة ومش مسموح لها بالدخول ألام الليزر اللي هي بتسبب الشوشرة للعيبة ولو في أي لفتات أو حاجة دعائية أو حاجة موسيقى مش مسموح طبعاً إن هي تتواجد وطبعاً الليزر أكيد متاخد في الاعتبار برنامج حالة العامية ألام الليزر أنا بأكد على ألام الليزر وعلى الشماريخ دي اللي تخص مشجعين الكرة يعني وبنأكد إن هي منوعة كويس جداً وحيتم طبعاً يعني تخاذ الإجراءات القانونية في حين أي حد خالف الأمور دي لأن دي أمور مش بسيطة أكيد طبعاً لو في أي حد خالف التعليمات هنحط نفسه تحت طائلة القانون ويعني هيتم التعامل معه فوراً رائع جداً تمام سيادة اللواء خير إن شاء الله المباراة هتعدي بإذن الله كلنا عارفين على خير والفوز يكون للأفضل نتمنى أكيد للأهلي شكراً لك فانت نتمنى أن المباراة تخرج في إطار من الروح الرياضية لطاليق بسمعة الكرة المصرية وبمكانة مصر في الشرق الأوسط لأن المباراة دي طبعاً متشافة مش في مصر بس دي في الشرق الأوسط بالكامل ونتمنى الفوز للمجتهد اللي ربنا هيوفقه هنقوله مبروك واللي مش هيحالفه التوفيق دي مباراة كرة مكسب وفسارة هنقوله هارد لك والمطش يطلع في إطار الروح الرياضية كاملة بعيدة عن التعصب وبعيدة عن أي حاجة تشوب العرص الكروي النهاردة المباراة الأهلي والسلامات ده اللي كلنا بنتمنى يا فدمي احنا بنشكر حضرتك جزيلاً شكراً على وقتك وعلى وجودك معنا النهاردة شكراً لك نقاط مهمة جداً وأهم حاجة للنقطة الخاصة بين ما حادش يروح لو ما عوش يعني تذكرة والفان ايدي يعني الاجراءات الطبيعية إن انت تحضر كمشجة عايزة أقولكو يعني طبعاً إحنا كلنا نفسنا نحضر بس مش كلنا بيحلفنا الحظ حتى إحنا أوقات أنا أوقات ما بقى عايزة أروح أحضر المطشات ما بعرفش على فكرة يعني وارد لأي حد فما فيش مشكلة لو ما حلفنيش الحظ ما روحش وننفرد نفسي على المجوابة وأننا ندخل دي كده هتبقى أو ده يبقى مشهد مش حلو أبداً لينا كلنا وأنا أستبعد عن متى يا كريم حدوث إن شاء الله أي حاجة من الحاجات دي والفترة الأخيرة بصراحة الجماهير المصرية بتثبت بجد من مباراة لمباراة حتى لو العدد بيكون قليل بتثبت فيه رقي حقيقي موجود في المشهد فإن شاء الله هيعدي بمنتهى الرقي لأن إحنا جماهير متحضرة ما عندناش أي قلق مش هنتلع نفضل نطالب يا جماعة لا الكلام ده أصلا مش هنقوله لأنه هو كلنا عندنا وعي بهذه الأمور فإن شاء الله اليوم يعدي على خير